اخوتي مغربة السلام عليكم اليوم 11 ستنبير 2022 شفتوا الفيديو اللي دارة البارح من تفروت المولود نوحي ديل تفروت المدينة المنطقة ديل رئيس الحكومة عزيز اخ النوش المنطقة ديل اغنى رجل في المغرب المنطقة ديل اقوى رجل في المغرب سياسيا كتر من هاد شي او رح ما كعيش اجدار هاد سيد المنطقة دياله تحاجة مهم من استمشروش خير منو المنطقة واللسوس كاملة شفتوا الجرائم التي ارتكبت وترتكب من طرف دوك المجريمين اللي هجموا على هاد المنطقة اللي ما كنسميه مشروح حال مجريمين نهبو ما حاصل زراعية ديل الناس مني كانت تكلمو على ما حاصل زراعية اربعين خمسين شجرة ديل الزيتون هاد عندو ثلاثين ارغان محاوه اللي عندو شي شوية ديل للرباع وليشنا ودوه ليه اللي ما الناس كيشريوا سيترنا الجفاف كين كيجيوا هوم المطفية ويجيبوا البومبة ديل اللي ما ويدو لهم كل شي وخلوهم السؤال ديالي هو هاد الناس مني جايبي للقوة ديالهم واجحنا سواسية امام المسؤولين ديالنا وامام القانون انا كان عرف انا ريضا تتوجني في اقادير الى خرجت وهجمت على شي ضار ولا درت شي حاجة العشية راني في حفز كايوها المواطنون هاد الناس هادو اللي نهبو ديك المنطقة هاد الجماعة كاملة هاد الناس اللي هددوه النساء بالاغتصاب ما كانش اقول كلام النابي وشي هاد راب هاد الناس اللي صلخو الساكينة هاد الناس اللي حتى من واحد المستشار جماعي ولا عضو ديال الجماعة شدوه عطوه قتل الدلعصة علاش المخزن ما كيقدرش يتحرك واش الدولة غادي تتحرك باش تعوض هاد الناس على الخسائر اللي عندهم علاش لا يتم حجز هاد المواشي هاد الابيل وهذا من طرف الجماعة وكل شي الخسائر غادي تدير لها واحد القيمة وغادي ناخدها من داك الابيل ولا من داك المعز ولا من داك الغنم اللي عندهم علاش علاش المخزن راكع قدام هاد الناس هادو شكي يكونوا في خلق الله باش اقوى منا بني جاتهم هاد الجرأة الزائدة الاجرامية باش يهجموا على دوار على قدو ويزرعوا الرعب في الساكينة والتشيوح اللي يتكلم كتعرفوا البارح لما ساليت الروبورتاج ديالي واش دي الطريق ويلله هتطيح الضلمة شوفوا الجرأة الجرأة الزائدة هادو ميبكنش ميبكنش انتا ماشي وضل المنطقة وتجي ودير هاد الاجرام هادو عجبتي على الناس عجبتي على كل شي هادو واحد الجانب انا غادي في الطريق حتى كيخرجوا ليم واحد بيست جوج موتورات فيهم ربعاد الناس شنو غادي نقول لكم هادوك الناس مجريمين اول حاجة داروها هو جبد واحد لاصة ونزل وضرب طنوبيل هرس ليها الريتروفيزور باش يزع ما يخلعني منطقة اللولة ريقنا المشكيل في جوجه لثلاثة دقيق اللولة ومن بعد ولكي طلبوا السماحة وتسامحنا هاد المجريمين هادو لما كنسو لهم وكنت كنت تكلم معهم البارح كي باش منين علاج هذا ما بغينش يدويو الناس مقريينهم كتعرفو هاد الصباحة شنو دارو هنا منيك نقول لكم المخزنوا السلطات المحلية معاهم مع هاد الناس هادو مع هاد الرحل ضد ساكنة ولا شي واحد كيتحرك يك عز أخ النوش يك الأعيان يك الملياردير يك البرلمانيين ديال السوس فينكم كاملين تشي واحد ما كيتحرك عرفتو هاد الصباحة شنو دارو شعلوا العافية في ربعات ديال النواحي متفرقة ديال تفروت المولود شوفوا معايا الفيديو هاتي هاتي تذكرتي قمي ورمي هاتي قمي هاتي 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 هالا فيت هاتي قمي هات شوفت العريف بنا ما دذكرم شوفت وحد المواطن شدوه إذا قد قولي هاتي هو السيارة ديالو شوف 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 لا حلو لا قوة إلا بها لا حلو لا قوة إلا ب الله لا حلو لا قوة إلا ب الله لا حلو لا قوة إلا بالله جمعوا الساكنة ونادو بغوا يمشيوا يحتجو على ثاني ياودي الله هدكم كرفصونا كليتو الزيتون كليتو أرقان كليتونا المحاصيل لا حلو لا قوة لنا راحنا ما بغينا صداع ماشي هذا كيف ما بغوا يحتجو خرجت لهم السلطة المحلية القيد والخليفة وهدو اللي معاه وجروا على الساكينة وخلوا المجرمين يكملوا الإجرام ديالهم في حق هدو المنطقة كاملة قولوا لي واش هدو الناس السلطة المحلية السلطة المركزية هدو الأعيان هدو السياسيين البرلمانيين واش عندكم شي عقل واش بغيتوا تتحشي روح تما عرفتوا اليوم جابوا جوج ديال اللوندروفيرات والطيوطات ديالهم بيكوبات ونزلوا منهم وحدين وداروا واحد الخط طويل فيه تقريبا واحد الخمسطاش ديال هدو المجرمين والمقلع والمقلع وبدأوا على الساكينة واش ماش يحرام هادشي واذا بغيتنا الساكينة الشباب ديالهم تاوما ندربوهم على المقلع ورأس هل ما يكون وندربوهم حتى على الجباد وكين دابا جباد متحضير زع ماشي حاجة تقنيات خليمنا مش بدلي كان وراح لبارح قلت الساكينة راح مشكلة هادي دابا خاص ديف انت قلس بلادك قلس فأرضك والدولة ما كتحميكش والدولة بالعكس مش يغي ما كتحميكش كتفرج فيك كتاكل لعصة كتفرج فيك بأن تنهب ذاك باش كتاكل يعني ذاك شوية الزيتون وشوية دائرقان وشوية ديال اللي عندك ديال الفلحة كتنهب كاملة نساؤكم كي يكلوا العصة يهددون بالاغتصاب وتيشوا حين ما كيدوا وما كنسمعوا وش را تشدوا عشرين رحال والجدرمية را هنزلوه هزو هاد الناس اللي عندهم اللي بقالع ودوهم ولا غالبا غاليكون السلطات المركزية قالوا لي هم فرانيو كيما قال لي ذاك المسؤول البارح قال يا ريضا كيقولوا ناش دول عصة من الوسط ايوة البارح أنتوما شتوا الجرائيين في الفيديو واليوم ها هما مازالي كينين هالغنب هالألاف ديال المعاز هالنعاج هاليبيل يوة وغادي يخرجوا من تمو وغادي يبشوا هجموا على دوار خرعة وتاني وش هاد دولة عنده شي عقل ولا لا وش هاد دولة كتسنة أن واحد النهار غادي نوضو يهجمو كل شي الناس وغا نضامنوا معهم وكل شي داك شي وغادي يهجمو على هاد الروحال وغادي تحروا الروح ولا غادي نوقع شي صداع وش الدولة وعية أن الناس والتي تقول لك هادوك صحراوة واش سمعوه مزيان صحراوة فوق القانون واش دابا هدموا الهادل الـ 500 و الـ 600 جمل اللي كالدور تم اللي هو كيقول لك أحد الأعيان ديال مدينة أسا واش هاد السيد فوق القانون واش هاد السيد عنده الأخلاق ديال الناس ديال أقلي من الجنوبية باش يرتكب هاد الجريمة هادي واش هاد السيد أنا قتليه معطونا غسميته ونفضحوه ونفضحوه في الصحراء ونفضحوه هنا ونخرجوه تصورو شكونا هو شكي يكون في خلق الله فالوقت اللي الساكنة خصت نعم بالراحة والطمأنينة والحماية ديال السلطة المحلية يعني من يكون قلس ما يهجمع له تا واحد احنا ما شي في بلاد السيبة المهم هاد نداء وحد أخر وكاينة فيديو وحد أخر رحنا على الاتصال مع الإخوان لأن هادش ميمكنش يطول وميمكنش يزيد القدام والدولة خصها تطبق القانون خص الناس يتحاسبوا على هاد الجرائم اللي يرتكبوها تما غادي نتسنى ونشوفو واش غادي يكونوا شي اعتقالات عند هاد المجرمين واش سيعتقلون هل سيحجز هاد الغنم ديالهم لفائدة الساكنة حتى نشوفوا الأضرار ونقيموها وذيك ساعة نحيدوها لهم من الغنم ومن الإبيل والمعاز وهذا ديالهم ولا غادي يكمدوها ويسكتو ويغمقو على الساكنة وصيرو في حالاتكم معنا ما نديرو لكم تسنى واحد ربعة سنين ولا خمس سنين بينما ذاك شجر يعود يينبت هذي راح كاريت هذي لا يشرف المغرب اللي كانحلمو به لا يشرف المغرب اللي كانعيشو فيه لا يشرف المغرب اللي كانقولو بلاد ديال الحرية بلاد ديمقراطية سواسية أمام القانون هذي راح حرام ليرتكب اليوم في تفروت المولود تبارك الله عليكم الله يحفظنا ويحفظكم والله هذي المسؤولين ديالنا وهذا الجريمة مخصهاش السكوت عليها وكان تلبش كل شيء لمغاربة يتضامنه مع هاد الناس ديال تفروت المولد